هم النجوم منيرة سمى الظلام هم الليوث عزيزة يوم الحمام هم الصحاب لا ريب يصيبهم هم الأمان هم الغر الكرام هم الأمان هم الغر الكرام هم الرجال اختارهم رب العباد فكانوا خير مدافع يوم الخصام صلاتنا على الصحابة كلهم أوصى بهم نبينا خير الأنام أوصى بهم نبينا خير الأنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة عشرة من سلسلة صدور الرحابة في جيل الصحابة في هذه الحصة سنكمل الحديث عن سيف الله المسلوم خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأينا في الحلقة السابقة كيف كان إسلام هذا الرجل على يد الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة بخمسة أشهر أو ستة أشهر خلال هذه الأشهر التي أعلن فيها إسلامه أحرز نصرا عظيما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة مؤته ثم أحرز انتصارات في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه سنرى موقفا جديدا من المواقف التي كانت لهذا الرجل وكنا قد توقفنا عند تلكم الانتصارات الباهرة التي حققها خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه على رأس جيوش المسلمين في العراق وبعد هذا النصر وجهه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام وكانت جيوش أبي بكر الصديق في بلاد الشام تحت قيادة عدد من أمهار قادته ومنهم أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا ولما رأى أبو بكر الصديق حراجة الموقف في بلاد الروم وتآلف جنودهم في ذلك المكان حينها أرسل إليهم خالد ابن الوليد شعر أبو بكر الصديق بحراجة الموقف حينما اجتمع جيش كبير قوامه مائتي ألف وأربعين ألفا من المقاتلين فقال أبو بكر الصديق كلمة تدل على ثقته بقادته وثقته أيضا بخالد بن الوليد رضي الله عنه فقال والله لأشفين وساوسهم بخالد فأرسل خالد بن الوليد وأمره أن يجمع قيادة الجيوش كلها تحت رايته وتحت قيادته اجتمع في الشام جيش الروم بهذا العدد الضخم الذي ذكرنا مائتين وأربعين ألف من المقاتلين ولما وصل خالد رضي الله تعالى عنه إلى بلاد الشام جمع أولئك القادة وخطبهم قائلا إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي أخلصوا جهادكم وأريدوا بعملكم وجه الله وتعالوا نتعاور الإمارة فيكون أحدنا اليوم أميرا والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم فتنازل لهم عن حقه الدائم في الإمارة وجعلها دولة بينهم اليوم أمير وغدا أمير ثاني وبعد غد أمير آخر وهكذا كان جيش الروم بأعداده الهائلة وعتاده الكبير شيئا بالغ الرهبة مخيفا ولقد أدرك قادة الروم في ذلك الزمن أن الوقت في صالحهم وليس في صالحهم أن يتأخر القتال حتى يجمع المسلمون صفوفهم ولذلك حشد الروم حشدهم وقواهم لهذه المعركة الفاصلة ومع أن العدد هائل والعدة كبيرة عند الروم وأن الرهبة والخطر بدل أيملأ قلوب المسلمين ولكن إيمانهم كان أقوى وصلقت فراسة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين قال خالد لها وقال والله لأشفين وساوسهم بخالد عبأ خالد بن الوليد جيشه وقسمه إلى فيالق ووضع للهجوم والدفاع خطة جديدة تتناسب مع طريقة الروم بعد أن خابر وسائل إخوانهم الفرس في العراق ورسم للمعركة كل خطتها المناسبة ومن عجب أن المعركة دارت كما توقعها خالد وكما رسمها خطوة خطوة وحركة حركة حتى لكأنه يبدو وكأنه لو تنبأ بعدد الضربات وعدد السيوح وعدد الحركات التي سيقوم بها العدو والمناورات التي سيقوم بها العدو لوقعت كما ظن ذلك وكان خالد رضي الله تعالى عنه يتمثل عبقرية للنصر في شيء واحد وهو الثبات الثبات أراد أن يثبت الناس وأن لا يتولى أحدهم من الزحف وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر من أكبر الكبائر في هذا الدين السبع المبقات وذكر منها التولي يوم الزحف فلذلك في هذه المعركة معركة اليرموك فإن خالد أقدم على أمر لم يسبق إليه سابق وذلك أنه دعا نساء المسلمين وكنا خلف الجيوش قائلا لهن من يولي هاربا فاقتلنه وكانت هذه لفتة مهمة في هذا الموقف من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وقبيل بدء المعركة طلب قائد الروم أن يبرز إليه خالد ليقول له بضع كلمات وبرز إليه خالد وحينما تواجه قال ماهان قائد الروم وهو يخاطب خالدا قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجوع والجهد أي وقلة ذات اليد فإن شئتم أعطيت كل واحد منكم عشرة دانانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم وفي العام القادم أبعث إليكم بمثلها هنا ضغط خالد فرسه أو ضغط خالد على أسنانه ولوى زمام فرسه وقرر أن يرد عليه بجواب مناسب فقال إنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت ولكننا قوم نشرب الدماء وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطيب من دم الروم أجابه مستهزئا لأنه علم أن الآخر يستهزئ به ليخير قواه ولكن خالد رضي الله تعالى عنه أجابه بهذا الجواب حينما تيقن أنه لا صلحة ولا سلم مع هؤلاء وإنما هي حرب ستشب بين الجيشين عندها تقدم خالد رضي الله تعالى عنه واقترب من أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وكل منهما يشحد همة الآخر من أجل أن يكون الدفاع عن هذا الدين من هؤلاء الكبار الذين عينهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وظهرت ظهرت بطولات الأصحاب رضوان الله عليهم ومنهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أجل عكرمة بن أبي جهل الذي كان قد مضى عليه زمان وهو يحارب مثل أبيه يحارب الإسلام والمسلمين ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه بهذا الدين فكان فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لملك الجبال لا تفعل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله فقاتل رضي الله تعالى عنه قاتل عكرمة بن أبي جهل حتى استشهد فخرج من صلب أبي جهل عكرمة بن أبي جهل الشهيد الذي استشهد في معركة اليرمو وخرج من الوليد ابن المغيرة صنديد قريش هذا الفارس وهذا السيف من سيوف الله حتى نصر الله عز وجل به هذا الدين وبينما كانت هذه المعركة في أوجها كان هناك حدث جليل يحدث في المدينة حدث كان بإمكانه أن يقلب يعني أحوال هذه المعركة ضد المسلمين ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالا أفذاذا كأمثال أبي عبيدة وخالد بن الوليد وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب فقد مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم أمر بأن يكون الولي للمسلمين والخليفة للمسلمين هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر المسلمين وكان أول من سمي بأمير المؤمنين فكان من أوائل أوامره العسكرية أن أرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يعزله عن إمارة الجيوش في الشام وأن يتولى أبو عبيدة ابن الجرح أمور هذا الجيش وقد جعت روايتان في هذا الباب الرواية الأولى أن رسالة أمير المؤمنين وجهت إلى خالد فأخفاها خالد رضي الله عنه حتى نصر الله المسلمين في المعركة وبعد ذلك سلم الرسالة لأبي عبيدة وقال أنا جندي من جنودك فاستعملني حيث شئت وكانوا جميعا لا يبحثون عن الإمارة الرواية الثانية أن الرسالة وصلت إلى أبي عبيدة ابن الجرح رضي الله تعالى عنه فأخفى الرسالة حتى انتهت حتى انتهت المعركة إنه جيل رباه محمد إنه جيل عظيم تربى على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن همهم ولا هممهم يعني حطام الدنيا أو زخرفها ولم يكن همهم يعني هذه الأمور التي يطمح إليها الناس اليوم ولكن كان همهم الآخرة فلا إن انتصر المسلمون في هذه المعركة فلا يهم أن يكون على يد من؟ هل على يد خالد؟ أم على يد أبي عبيدة من الجرح؟ أم على يد أبي بكر؟ أم على يد عمر؟ المهم أن المسلمون أن المسلمين انتصروا ونصر الله هذا الدين وفتح من بلاد الشام باب عظيم من أبواب الدعوة الإسلامية لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه بعزله لخالد بن الوليد ينقم على خالد في دين أو خلق وإنما ذكر هناك أمران أحدهما خشية أن يرجع الناس هذا النصر أو هذه الانتصارات إلى خالد وينسى الناس أن النصر من عند خالد أن النصر من عند الله ويقولون إن النصر من عند خالد هذه مسألة المسألة الثانية وهي أنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن في سيف خالد رهقا أي خفة وتسرعا وكيف ما كان الأمر فإن عمر رضي الله عنه لم يكن يتهم خالدا في دينه ولا في إيمانه ولا في عقيدته بل كان يقول عاجزت النساء أن يلدنا مثل خالد ولقد بكاه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يوم مات بكاه بكاء وعلم أن المسلمين لم يفقدوا رجلا وإنما فقدوا قائدا وهو إمام من قادة المسلمين ولقد كان يقول رضي الله تعالى عنه أي خالد بن وليد ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بوليد بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم على المشركين أي أهزم بهم جيش المشركين فكانوا كلهم جميعا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هدفهم واحد وهو نصرة هذا الدين ونشر هذا الدين بما يملكون من قوة وما يملكون من عقل وما يملكون من مؤهلات فرضي الله عنهم أجمعين ولئن شهدنا أن خالدا رضي الله تعالى عنه حضر عشرات المعارك قبل إسلامه وحضر عشرات المعارك بعد إسلامه فقد مات على فراشه وهو يقول لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء هكذا كان خالد رضي الله تعالى عنه وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا على منهاجهم في الدفاع عن هذا الدين والحرص على شموخ هذا الدين العظيم آمين والحمد لله رب العالمين هم النجوم منيرة سماء الظلام هم الليوث عزيزة يوم الحمام هم الصحاب لا ريب يصيبهم هم الأمان هم الغر الكرام هم الرجال اختارهم رب العباد فكانوا خير مدافع يوم الخصام صلاتنا على الصحابة كلهم أوصى بهم نبينا خير الأنام أوصى بهم نبينا خير الأنام